أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في تجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية وخلال استقباله وفد صينيا رفيع المستوى برئاسة ليتشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أشهد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة مؤكدا توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي وأضاف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد إشادة الجانبين بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون الثنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين كما تطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط حيث أعرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق تسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي لافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها منوها في هذا الصدد لجهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجي الفريد لمصر بين الشاق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار مشيرا إلى التساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برئاسة السيد ليشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي ان السيد ليشي نقل خلال اللقاء تحياتي وتقدير الرئيس الصيني شي شينبينغ للسيد الرئيس وهما مبادله السيد الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني كما شاهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية وتأكيد الحرص المتبادل على مواصلة تطوير التعاون السنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي اللافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها منوها في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجية الفريدة لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار مشيرا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية كما أشاد السيد الرئيس بالتجربة التنموية الصينية المتميزة مؤكدا توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين حيث عرض الجانب الصيني رؤياه في هذا الشأن وأكد سيد رئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط حيث آرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة